الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلمة لي من كثيرة موضوعنا اليوم مع قصة الصحابية فاطمة بنت الخطاب أخت أخت عمر بن الخطاب هي فاطمة بنت الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله بن قرط بن عودة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نصر العدوية كنانية قريشية وتلقب بأميما وتكنى بأم الجميل وأمها هي حنطمة بن هاشم بن مغيرة المخزومية وهي أخت أميرة المؤمنين وتاني القلفاء الراشيدين أمر بن الخطاب وزوجة سعيد بن زيد أحد مبشرين بالجنة وابنها هو عبد الرحمن بن سعيد بن زيد كانت سيدة فاطمة وزوجها من أوائل صابقين للإسلام كانت فاطمة بنت الخطاب شديدة الاعتزاز وتتمسك بهذا الدين وكانت دات عقل راجح وحكمة سديدة وباعت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت سببا في الإسلام أخيه أمر بن الخطاب وعونا لزوجها في إسلامه سعيد بن زيد خطبها سعيد بن زيد في شبابها وتزوجها وأسلم على يد خباب من آرط الذي أخذه لسيدنا النبي عليه السلام ليشهد أمامه بالإسلام وبالوحدانية والبيعة وبعدها غادر سعيد بن زيد النبي عليه السلام أسرع إلى فاطمة وقص عليها الروائع والنفاحات هذا الدين ورقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وعن خبر إسلامه بين يديه وهي تصغى وتستمع بكل جوارحها حتى أسلمت معه وصار معه من أوائل المسلمين الخطب من الآرط صار سيد الخطب من الآرط دائم للزيارة لهذه الزوجين حديث الإسلام في بينهما فيقرأ أهلهما ما يصله من القرآن والهدى القوي ويفقههما في أمور دينهم ويغرس فيهم الإيمان والبر والتقوى كل هذا وكان أمر إسلامهما مخيفا غير ظاهر لم يعلم به أحد خوفا من بطش أخيها عمر بن الخطب الذي كان أحد أشد معادي هذا الدين روايته للحودة روى الواقدي عن فاطمة بنت مسلم الأشجاعية عن فاطمة الخزاعية عن فاطمة بنت الخطب أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمة بخير ما لم يظهر فيهم حب الدنيا العلماء فساق وقار الجحال والجبابرة فإذا ظهرت خشية أن يعهمهم الله بعقاب دورها في إسلام أخي عمر بن الخطب خرج عمر بن الخطب يوما متواشحا سفيه يمد الخطأ عازم كل عزمه على قتل الرسول لله صلى الله عليه وسلم فقابله نعيم بن عبد الله وسأله عن وجهاته فأجاب عمر أنه يريد أن يقتل محمد عليه الصلاة والسلام فقال نعيم كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمد فتشكك عمر في أمر دفاع نعيم الرسول الله وقال ما أراك إلا قد صوبت صبوات وتركت دينك الذي كنت عليه فأجابه نعيم أولا أدلك على العجب إن أختك وخانتك قد أسلم وتركت دينك الذي أنت عليه فلما سمع عمر بن الخطب بذلك طارت حميته وغضب كل الغضب وصار يسرع متوعيدا إلى بيت أخته فاطمة وزوجها سعيد فلما اقترب من بيتهما سمع صوتا خافتا مهم مهما فإذا هو صوت خباب بن آرات يتلو بعد آيات من سورة طه لما شعور تلاتي بدن عمر بن الخطب أسرعت فاطمة وأخفت الصحيفة التي كان يقرأ منها الخباب بن آرات الذي اختبأ بدوره في البيت دخل عمر بن الخطب على فاطمة وزوجها واسألها غاضبا عن تلك المهمها فقالت أنها كانت تحادث جدت جوجها لكنه بادرها فلعلكما قد سبقتما وتبعتما محمدا على دينه فحاول سعيد أن يلين قلبه ويستميله إلى الإسلام فقال يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك هنا قام عمر بن الخطب مسرعا هو تأسعر بن زيد ولا حيضربه ويلكمه وينال منه كل المنال فجاءت فاطمة تدافع زوجها فلتمها أمرتما أسالت دم وجهها حينها وقفت وصاحت فيه يا عمر إن الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ندر عمر بن الخطب إلى أختي التي سالت دم من وجهها وأسف على فعلته وطلب منها أن تناوله الصحيفة التي كانت تقرأ منها قرى فادت قائلة إنك رجل ناجيس ولا يمسه إلا المطهر فقم فاغتصل قام عمر واغتصل ثم عادة فأخذ الكتاب وقرأتها طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يغشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العولة الرحمن على العرش استوى لو ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الترى أعجب عمر بن الخطب بالآية التي قرأها وطلب أن يدلو على سيدنا محمد عليه السلام هنا خرج خباب بن الأرض من مخبأه وأبلغاه بشرى النبي اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين عمر بن الخطب أو عمر بن هاشم جاء عمر النبي عليه السلام في دار الأرقم وجلس بين يديه وقال يا رسول الله جئتك لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله ولما سمع الرسول الكريم ذلك كبرت كبيرة عرف أهل البيت من صحابة رسول الله عمر قد أسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا